ليلة من ليالي باريس الممترة هكذا كانت لتوصف ليلة السابع عشر من أكتوبر 61 ممترة وفقط إلا أن فرنسا قد اختارت أن يكون هذا التاريخ عنوانا لمجزرة جديدة في تاريخها الاستعماري يومها خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى شوارع العاصمة الفرنسية في مظاهرات سلمية تنديدا بممارسة فرنسا العنصرية وردا على حظر التجول المعلن في الخامس من أكتوبر ضد مسلمي فرنسا الجزائريين بهدف تضييق الخناق على تنظيمات الثورة مسيرة حاشدة جاءت استجابة لدعوة فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا التي قلبت الطاولة على المستعمر في عقر داره موسيقى أشتركوا في نهاية الصفحة ونقوم بطيقضوا على اعطار هذه بنظارة أعطار فقال إليه أعطار wrestlerاتي لا يمكننا في ايضان أعطار إلى تحوى ويوجد قد يكون مستقبلة، ويقول إنه مستقبلة كيف يقوم بها تصوير هذه المستقبلة لقد قمت بها تفاوضة أن أرجيلي لا يمكن أن تفاوض بها من 20h30 إلى 5h30 ويجب أن تفاوض بها كل الأرجيلي يجب أن يقوم بها إلى 19h المستقبلة، بصورة، كفاو، ريستوران، ويجب أن تفاوض بها ويجب أن تفاوضة الأرجيلي مظاهرة سلمية قبلت بأبشع الطرق بعد أن أعطى موريس بابون رئيس شرطة باريس الضوء الأخضر لرجاله بقمع الجزائريين أعمال عنف أسفرت عن حوالي أربعمائة ضحية ألف الجرح والاعتقالات القسرية إلى جانب مئات المفقودين ألقي بهم في نهر السين مكبلي الأيدي والأرجل في واحدة من أبشع صور لا إنسانية في التاريخ ليلة 17 أكتوبر 61 حين عانقت مياهوسين أرواح الجزائريين في رحلتهم إلى السماء كانت فرنسا الاستعمارية تغرق في نهر العار بعد أن رسم بابون مشهداً لا زال يصنف في سجلات أعنف قمع شهدته أوروبا الغربية في التاريخ المعصر اشتركوا في القناة